الحديدة اسخن ملفات اليمن حاليا في الحرب وفي محاولات السلم ما يعني انها نقطة تحول كبير في الملف اليمني وذاك تاريخها في سفر الجمهورية فقد مثلت وميناؤها محطة انطلاق للدفاع عن الجمهورية بعد ثورة 62 وتحرير مناطق شمال الشمال من سيطرة القوات الملكية ويبدو ان التاريخ فالح في اعادة نفسه وتكرار احداثه على مشارف المدينة تحتدم المعارك الطاحنة لتحرير المطار بعد ان اصبحت قوات الشرعية على اسواره لكن كثافة الالغام التي زرعتها الميليشيا مثلت عائقا كبيرا امام تقدم قوات الجيش الوطني المعلومات الواردة من الميدان تقول ان هناك عزما كبيرا لتحرير المحافظة وان تعزيزات عسكرية تابعة للجيش والمقاومة تصل اتباعا الى مناطق المواجهات على ناحية الاخرى يجتهد المبعوث الامم كثيرا كي لا يضيف فشلا ثالثا الى سجل مبعوثي الامين العام للامم المتحدة جهود مارتن جريفث كلها منصبة على اقناع الميليشيا بتسليم ميناء الحديدة الى لجنة اشرافية من الامم المتحدة وهذه جزئية من خطته الشاملة التي ترتكز على تسليم السلاح والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا والعودة الى استكمال المرحلة الانتقالية وغيرها من التفاصيل التي تندرج تحت محددات الحل الثلاث المبادرة الخليجية والقرارات الاممية ومخرجات الحوار الوطني فهل تجنح الميليشيا للسلم اخيرا بعض الضربات الموجعة التي تلقتها في الميدان وتسلم اليمنيين مزيدا من القتل والدمار ام انها ستستمر في مغامراتها على حساب مزيد من معاناة اليمنيين يبدو ان نتائج مباحثات المبعوث الامم الاخيرة في صنعاء ستجيب على مثل هذه الاسئلة الاكيد في كل هذا ان الحديدة في طريق العودة الى كانف الشرعية ووحدها ميليشيا الانقلاب من ستحدد طريقة سلما او حربا